في بيروت هذه المرة ميدانياً من مشارف الضاحية الجنوبية مراصلة الحدث رينا دويهي مرحباً بك الفجر من حيث تقيفين يفسح عن الكثير لضربات لم تهدأ فيها ضاحية بيروت سبع غارات كما كنت تنقلين إلينا الآن كيف هي الصورة لآثار ما جرى الليلة الماضية نعم يعني صحيح عاد الهدوء إلى مشارف الضاحية الجنوبية لبيروت اللافت هذا الصباح انبعاث روائح كريهة هي طالما شك منها اللبنانيون بعد الغارات ولكنها وصلت وتمددت إلى حيث نقف هذه الرائحة هي ليست رائحة الدخان ولا حتى البرود هي مزيج من غازات بالفعل تجعل هناك سيل للدموع في العيون ونوع من الصداع وهو شيء لطالما اشتكى منه اللبنانيون في وقت لم يكن هناك أي دراسة تثبت أو تحلل هذه الغازات وترجع بمصدر رسمي طبي ولكن مع ذلك كان هناك العديد من المختصون بلبنان الذين قالوا بضرورة تفادي تنشق هذه الغازات وبالتالي إقفال النوافذ يعني دون الحاجة لأنها نوع من المواد المسرطنة بطبيعة الحال أو المواد السامة ولكن كما ذكرت يعني الفجر بات على قوب قوسين يعني هنا يمكننا بات بعدسة الكاميرا رصد المزيد من ألسنة الدخان الأسود التي لا تزال تتصاعد نشاهدها بوضوح رينا وتبدو كثيف عن ما تعودناه في الأيام الماضي على الأقل يشرح لنا هذا الموقع من حيث يتصاعد الدخان تفضلي صحيح هذا الدخان الأسود الكثيف هو عبارة تقريبا عن ثلاثة غارات وقعت في هذا المكان في محيط هذا المكان يعني مجمع سكني الجغرافية واحدة كانت لثلاثة غارات متتالية الفاصل الزبني حتى بطبيعة الحال كان متلاحقا وقصيرا جدا بين الغارة والأخرى هذه السحب الدخانية لم تهدأ خلال ساعات الليل ولكنها طبعا تتكشف أكثر مع ساعات الفجر كونها تضيع يعني ليلا مع ظلام الضاحية إذن يعني كما ترون هذه السحب من الدخان كانت مستمرة طول ساعات الليل وترى أنها يعني تنبعث من مكان واحد وتتمدد وصولا إلى مشارف مطار بيروت الذي بطبيعة الحال يستمر برحلات الإقلاع والهبوط وهذا أصبح مشهدا دوريا ولكن أيضا يعني كان هناك تزامن لطائرة تهبط في المطار مع الغارات وهذا يبقى مشهدا استثنائيا بطبيعة الحال إذن الضاحية تصفيق على هذه الغمامة السوداء التي ترونها مباشرة بعدسة الحدث نعم برج البراجنا سنترز الحدث أسماء تتكرر هل تختلف طبيعة الاستهداف أم أنها في ذات المباني ربما الأهداف بالنسبة إسرائيل هي المختلفة أو ما يوجد يعني تفضلي طبيعة الاستهداف من حيث ما تكشف بعد الغارات هي يعني طبيعة مشابهة يعني الغارات تكثفت بمطلق الأحوال عند السنترز ويعني محيط أو تقاطع الجموس غارة واحدة تم تسجيلها على برج البراجنا ولكن كل هذه الغارات أتت على السحب من الدخان وليس على ألسنة من نار وليس أيضا على عدد من التفجيرات المتتالية التي تحصل أيضا عقب بعض من الغارات لذا يعني تتكشف أيضا الصورة فجرا مع الفيديوهات التي قد تنتشر من محيط الأمكنة والمباني التي سويت بالأرض وخاصة لجهة الحدث لأنه كان هناك بعض الفيديوهات المتداولة وتظهر مباني سكنية مساوات بالأرض ولكن يعني نبقى على المعلومة التي أرفقت بتحذير المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والتي تقول بالابتعاد عن منشآت تابعة لحزب الله هذه المنشآت لم تتفاعل مع الغارات بمعنى أنها لم تحدث انفجارات متتالية ولا حتى ألسنة نار كما غيرها من الغارات ومن حيث القوة والدويلة يتوقع أن تكون أيضا اغتيالات صحيح؟ حسب ما خبرتم أنتم يعني نوعية الانفجارات كانت تحدد التي تعودتم عليها إن كانت عملية اغتيال وعادة لا يتم التحذير قبلا صحيح؟ صحيح يعني غالبا عمليات الاغتيال لا يسبقها أي تحذير وغالبا ما تكون مركزة صوب الشقة أو الهدف ما رأيناها اليوم كانت غارات كبيرة بعض منها يوصف حتى بالعنيف وبالتالي نحن لسنا أمام أي فرضيات من عمليات الاغتيال التي بمطلق الأحوال تسارع إسرائيل إلى تبنيها يعني فورا وضوح الصورة نحن أمام تدمير لمنشآت لحزب الله بحسب ما تأتي في البيانات من الضحية الجنوبية وعلى مشارفها مراسلة الحدسرينة دويهي شكرا على كل هذه المعلومات والتفاصيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر